تلقى فندنبروك المدير الفني لفريق الوداذ الرياضي أخبار سارة بخصوص الحالة الصحية لشابه عبدالله حمود نجم مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال التي جرت ببريطوريا ضد ماميلودي ساندونس الجنوب الأفريقي وانتهت بالتعادل هدفين لمثلهما وأكدت مصادر مطلعة أن الطاقم الطبي للوداذ طمأن فندنبروك بخصوص الإصابة التي يعاني منها اللعب والتي ستغيبها عن مباراة المغرب التطواني المقررة مساء يوم الاثنين بالدار البيضاء لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدورية المغرب الاحترافي كما غيبتها عن ربع نهائي كأس العرش الذي خاضها الوداذ الأسبوع الماضي أمام الدفاع الجديد وبينت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمود أن إصابته لا تدعو للقلق وسيكون جاهز لخوض مباراة دهاب نهائي دوري الأبطال في القاهرة أمام الأهل المصري المقررة الأحد المقبل ما خلف ارتياح كبير لدى الطاقم التقني الوداذي وأصيب النجم الوداذي حمود في مباراة بريطوريا أمام الماملودي سندانس لحساب إياب نصف نهائي دوري الأبطال ولم تستطع الفحوصات الأولية التي خضع لها تحديد مدى خطورة إصابته بسبب انتفاخ في الكاحل قبل أن تظهر الفحوصات الجديدة بعد عودة قدمه لوضعها الطبي وتبين أن اللاعب سيكون جاهز لتعزيز صفوف نديه غير أن الطاقم الطبي فضل الثريت وعدم المجازفة بإشراكه في مباراة الماط كإجراء احترازي وسيكون حمود ضمن قائمة اللاعبين الذين سيرافقون البعث الوداذية إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد غدين الأربعاء على متن طائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين لا سيما مع تراكم المباراة المحلية والقارية على الوداذ ترجمة نانسي قنقر